موسيقى السادسة بتوقيت العاصمة طرابلس أهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين قوات عملية البنيان المرصوص تسيطر على منطقة البغلة وتدخل الحدود الإدارية لمدينة سيرت ومقتل نحو ثمانية عشر من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة القوات الخاصة الساعة في بنغازي تعلن مقتل أحد عناصرها نتيجة انفجار لغم أرضي بمنطقة الجوارشة وتجدد الاشتباكات في سوق الحوت بين شورى بنغازي وقوات عملية الكرم موسيقى مركزي البيضاء يدين بيان سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بشأن طباعة عملة ليبية جديدة ويعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أكد عضو المركز العالمي لغرفة العمليات الخاصة المشكلة من المجلس الرئاسي أبو بكر مصطفى دخول قوات البنيان المرصوص إلى الحدود الإدارية لمدينة سيرت بعد السيطرة على منطقة البغلة وأضف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات في بوابة البغلة خلفت ثمانية عشر قتيلا في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى أن الطريق الرابط بين سيرت والبغلة أصبح طريقا مقطوعا هذا وقد أفاد الطبيب بمستشفى الطوارئ من صراطة أكرم جليوان بوصول قتيل وعشرة جرحة إلى المستشفى نتيجة الاشتباكات التي دارت يوم أمس بين قوات عملية البنيان المرصوص وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في منطقة بويرات الحسون وبوابة الخمسين وبوابة البغلة وأكد جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن حالة المصابين مستقرة من جهة أخرى قال جليوان إن كمية الأدوية والمسلزمات الطبية في مستشفى الطوارئ محدودة جدا من جهته أعلن مدير مكتب الإعلام في مستشفى مصرات المركزي عبد العزيز عيسى وصول قتيل وعشرين جريحا إلى المستشفى منذ يوم أمس غادر أغلبهم المستشفى إثر استقرار أوضاعهم الصحية وأضاف بن عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المستشفى في حالة استعداد تم لاستقبال جرح الاشتباكات قالت صحيفة The Times إن قوات بريطانية دمرت سيارة مفخخة تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا الشهر الجاري دون تحديد تاريخ العملية أوضحت الصحيفة أن الضربة البريطانية ساعدت قوات البنيان المرصوص في منع تقدم التنظيم باتجاه مدينة مصرات مضيفة أن هذا يعد دليلا على أن بريطانيا تلعب دورا في محاربة التنظيم في ليبيا وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من النواب البريطانيين يطالبون بالكشف عن تجاوزات بريطانيا خلال تدخلها في ليبيا عام 2011 مؤكدة أن وزير الدفاع البريطانيين ففي أكثر من مناسبة تدخل بلاده في ليبيا لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة توقع المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي أن تشهد الأيام القادمة تطويقا لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرط والتي قد تصدر عنها ردودا انتقامية في منطقة الهلال النفطي قائلا إن دعم السلاح الجو وغرفة العمليات والقوات المتقدمة سيغني البلاد عن تدخل العسكري وفق تعبيره يظل هناك إشكالية حقيقة لابد من قطع خطوط الإمداد هناك نقاط من اتجاه بن جواد وبعض المناطق هذه لازالت تمد هذا التنظيم بدعم لوجستي فلابد من قطع هذه الخطوط وهذا لن يتأثى إلا من خلال تقدم قوة حرص المنشاة النفطية ولكن بعد أن يتم تغطية ظهرها من قبل خليفة حيث إلى مدينة بنغازي حيث أفاد الناطق باسم القوات الخاصة الساعقة هناك ميلود الزوي بمقتل أحد عناصر القوات الخاصة في سرية الشرطة والحماية نتيجة انفجار لغم أرضي عند قيام قواتهم بتمشيط منطقة الجوارشة أوضح الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المعارك العنيفة مزالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد قوات مجلس شورى بنغازي من جهته أكد مصدر من مجلس شورى بنغازي فضل عدم الكشف عن هويته وقوع اشتباكات في منطقة سوق الحوت بعد صد محاولة تقدم لقوات عملية الكرامة وفاد المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار بأن طائرات استطلاع تحوم في سماء المدينة حسب قوله أشرت قناة سي ان ان الأمريكية إلى أن ما يعرف بتنظيم الدولة يسعى لبلوغ أوروبا عبر استغلال طرق الهجرة غير نظامية في ليبيا نظرا لتضييق على طريق تركيا واليونان وأضافت سين ان في تقرير لها بعنوان تنظيم الدولة على أبواب أوروبا كيف تسلل الإرهاب إلى طرق الهجرة أن استغلال شبكات تهريب البشر في ليبيا من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة مسألة وقت لغير مشددة على ضرورة تحرك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا وقالت القناة الأمريكية إن استجابة الغرب بطيئة فيما يخص ليبيا لسيما وأن ما يعرف بتنظيم الدولة يسعى للسيطرة على الحقول والموانئ النفطية التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي على حد تعبير السي أن أن أقر رئيس هيئة الأركان الكندي جوناثان فانس بحتمية التدخل العسكري في ليبيا للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة مشترطا معرفة رؤية حكومة الوفاق بشأن محاربة التنظيم وقال فانس في تصريح لشبكة السي بي سي الأمريكية إن حكومة الوفاق هي المعني الأول والأخير بمسألة محاربة التنظيم مشيرا إلى وجوب قيمها بمزيد من الجهود لتوحيد القوات المحاربة للتنظيم واجدد رئيس الأركان الكندي دعم بلاده لحكومة الوفاق واستعدادها للتعاون معها في مجالات الأمن قال أمين عام حلف شمال الأطلسي النيتو يينيس ستولتنبرغ في تصريح صحفي على هامش لقائه في العاصمة الإيطالية روما مع رئيس الوزراء الإيطالي مات يورينزي لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة النيتو في يوليو القادم ومنها الوضع في ليبيا قال إن الحلف على استعداد للمساهمة في مساعدة ليبيا على بناء مؤسستها الدفاعية نحن نعمل أيضا مع دول مثل أردن وتونس وجاهزون لمساعدة ليبيا في بناء المؤسسات الدفاعية الخاصة إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك وذلك في إطار الجهد الذي تقوده الأمم المتحدة تحدثوا مؤخرا مع فائز السراج حول طريقة التي يمكننا بها المساعدة والناتو سيرسل قريبا إلى ليبيا فريقا من الخبراء لتحديد كيف يمكننا مساعدة الحكومة الليبية الجديدة أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول التحديات الجديدة لدبلوماسية البرلمانية بالجزائر رفضهم لأي تدخل عسكري في ليبيا داعينا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن من أجل رفع المعاناة عن الشعب الليبي وتمكينه من الاستقرار والسلم ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المشاركين تأكيدهم أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة ترابها وتلاحم نسيجها الاجتماعية انتخب إبراهيم أبو شعال رئيسا للجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة وحمد بريكاو نائبا للرئيس وجمال عبد الكريم كرواد مقررا للجنة كما انتخب سعيد صالح كلا رئيسا للجنة أو للجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة وعبدالله جوان نائبا للرئيس ونعيم الحامي مقررا للجنة وتمت عمليات الانتخاب خلال اجتماعات دورية عقدتها لجانب المجلس الأعلى للدولة يوم أمس الاربعاء بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس هذا وقد شدد رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية إبراهيم أبو شعال على أن الحل في ليبيا هو تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الوقت الذي نطلبه فيه من أخوتنا أهالينا في الوطن بأن لا حل للليبيين ألا العدالة الانتقالية بتطبيقها الحقيقي والمصالحة الوطنية التي تحمل النواية الطيبة لتحدي المؤامرات سواء كانت داخلية أو خارجية ما علينا الليبيين ألا أن نقفز على جراحنا وأن نلم بعضنا البعض حتى يسلم وطننا لأن ليبيا أكبر من الجميع وليبيا تسع للجميع في شأن أخر دان مصرف ليبيا المركزي في البيضاء البيانة الصادر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا بشأن طباعة عملة ليبية محلية التداول معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الليبية وأبدأ المصرف المركزي في البيضاء في بيان له استغرابه من رسالة المجلس الرئاسي إلى السفارة الأمريكية حول تخوف من تزوير في طباعة العملة وأضح المصرف أنه تم الاتفاق مع المجلس الرئاسي بعد عدة لقاءات على طباعة العملة في كل من طرابلس والبيضاء وتداولها في كل المدن الليبية للتخفيف من مشكلة السيولة وارتفاع أسعار صرف الدنار الليبي حسب البيانة استنكر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بيان الصادر عن السفارة الأمريكية بشأن إصدار عملة جديدة معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الليبية كما استغرب المصرف توجيه المجلس الرئاسي رسالة إلى السفارة الأمريكية في الغرض المركز أكد أنه بعد عدة لقاءات بينه وبين مركز طرابلس والمجلس الرئاسي تم الاتفاق على تباعة العملة وتداولها في كل المدن الليبية وذلك لتخفيف مشاكل السيولة وارتفاع أسعار صرف الدنار الليبي مقابل العملات الأجنبية كما أوضح المصرفون هو قم باتباعة العملة تنفيذا لمجاء بقانون المصارف وتعديلاته مضيفا أن الطباعة تمت بدار تباعة حكومية تتبع الاتحاد الروسي وتمت مراعاة كافة الشروط الفنية والأمنية مركز البيضاء قال في بيانه إن المحافظة لم يتسلم أي قرار من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي بنزع صيفته أو إلغاء القرار القاضي بتكلفه بمهام المحافظ موذحا أنه تم إبلاغ المجلس الرئاسي بأن الغرض من طباعة العملة ليس تمويل حكومة الأزمة وإنما حل مشكلة السيولة وحول مسألة أن تؤدي طباعة العملة إلى تقوية حكومة النوكين السياسيين على حساب آخر دعا مركز البيضاء المجلس الرئاسي لتوضيح موقفه من المسألة حفاظا على المصلحة العامة والسلم الاجتماعي وكانت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا قد أعربت في بيان لها عن قلقها مما سمتها محاولة بعض الأطراف اقتحام مرافق مصر في ليبيا المركزي المؤمنة بما في ذلك خطط ثقب خزائن المصرف والتحايل للالتفاف على الموارد المالية الليبية بحسب البيان وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة أبلغت رسميا أو أبلغت رسميا من المجلس الرئاسي بأن محافظة مصر في ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري عمد إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة كمية كبيرة من الأوراق النقدية الليبية أوضحت السفارة أن الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزورة ويمكن أن تقوض الثقة الممنوحة للعملة الليبية وقدرة مصر في ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال شدد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جونتان وينار على ضرورة التنسيق والتشاور بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصر في ليبيا المركزي لتوفير السيولة المالية في كافة ربوع البلاد وقال وينار في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأمر لا يتطلب عملة مزورة موضحا أن المجلس الرئاسي حذر الولايات المتحدة وعدة مطابع أخرى من التعامل مع شركة كونزاك في طباعة العملة الليبية وضف المبعوث الأمريكي إلى ليبيا أن هذه الشركة غير مرخص لها من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أو مصر في ليبيا المركزي وبذلك تكون العملة التي تم اطبعتها عملة مزورة حسب تعبيره أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أنه اتخذ إجراءات لمنع توريد إصدار نقدي جديد واعتباره عملة غير صالحة للتداول لعدم التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من الإدارة المختصة وأضف المجلس في بيان له أن ضخ أربعة مليارات دينار في ظل وجود قيمة نقضية أكبر تقدر بـ 25 مليار دينار تتداول خارج المصارف من شأنه أن يهدد الاستقرار النقدي والاقتصادي ويؤدي إلى تدهر قيمة الدينار الليبي أوضح المجلس الرئاسي أنه تم الاتفاق مع مركز طرابلوس على ضخ 350 مليون دينار من السيولة في المصارف بداية من شهر يونيو القادم وتخصيص قرابة 7 مليارات دينار للاعتمادات المستندية إضافة إلى تخصيص مبالغ من الموازنة الاستيرادية لتغطية بطاقات الفيزا والحوالات السريعة قال نائب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب محمد الهاشمي إن السيولة النقدية ستكون متوفرة بالمصارف قبل نهاية شهر مايو الجاري ونقل الموقع الرسمي لمجلس النواب عن نائب رئيس لجنة المالية تأكيده قرب وصول الدفعة الأولى والتي تقدر بحوالي 300 مليون دينار إلى المصرف المركزي في البيضاء متوقعا انفراج الأزمة المالية مطلع الأسبوع القادم أضح نائب رئيس لجنة المالية أن العملة النقدية التي تم طباعتها في روسيا هي ذات جودة عالية بحسب وصفه من جهته رأى المحلل الاقتصادي وحيد الجبو في نشرة سابقة أن طباعة العملة الجديدة قد يكون حلا مؤقتا لكنه لا يخدم الاقتصاد الليبي لأنه ليس حلا جذريا كما أن عملية الطباعة لم تتم بالتنسيق بين مصرف ليبيا والمجلس الرئاسي مطالبا المصرف المركزي بوضع سياسة نقدية لحماية الدينار من الهبوط ليس هناك فائدة مباشرة وإنما هي عملية حل مشكلة هناك اختناق كبير تعاني من المصارف التجارية هناك مواطنين يريدون تسوية احتياجاتهم حل هذه المشكلة لا بد أن يتزامن بالإضافة إلى طبع العملة النقدية الورقية كما أسلفت هو إصدار شكات سياحية تستخدم في بعض العمليات المالية مثل تذكر السفر وإلى آخره وكذلك ضرورة إصدار بطاقات ائتمانية في أقرب وقت لجميع الزبائن المصارف الذين لديهم حسابات جارية حتى يتم تفعيل نقاط البيع هذه النشرة مستمرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعض الفاصل لإيصال صوت المواطنين الليبيين كوبلار يبدأ بنشر سلسلة من التدوينات عبر تويتر تحت هاشتاغ قصة حقيقية من ليبيا قوات عملية البنيان المرصوص تسيطر على منطقة البغلة وتدخل الحدود الإدارية لمدينة سرد ومقتل نحو ثمانية عشر من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة القوات الخاصة الساعقة في بنغازي تعلن مقتل أحد عناصرها نتيجة انفجار لغم أرضي بمنطقة الجوارشة وتجدد الاشتباكات في سوق الحوت بين شور بنغازي وقوات عملية الكرامة مركز البيضاء يدين في بيان سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بشأن طباعة عملة ليبية جديدة ويعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية أهلا بكم من جديد أكد المجلس البلدي والعسكري وحكماء وعيان ومؤسسات المجتمع المدني بزليت أنهم رفعوا الغطاء الاجتماعي عن أي فرد ينتمي إلى ما يعرف بتنظيم الدولة أو يتسطر عليه أو يقدم له يد العون مشيرين في بيان مشترك لهم إلى أن كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المدينة لن تتهون في الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بالنسيج الاجتماعي أو زعزعة الاستقرار في المدينة ودع البيان سكان زليت ومالكية المنازل المؤجرة إلى عدم التسطر أو مساعدة من يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي حسب البيان أفاد مدير مكتب الإعلام بقوة الرادع الخاص أحمد بن سالم بأن القوة قبضت على عدد من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الذين خططوا لتفجير مركز شرطة زليتن أضف بن سالم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوة الرادع الخاصة ألقت القبضة على ثلاثة إخوة ليبيين متورطين في التخطيط والإعداد لتفجير زليتن موضحا أن الرأس المدبر للعملية لا يزال طليقا حسب قوله أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالح محمد المبشر ألف رجع عن عضو المجلس علي البوسيفي بعد 13 يوما من اختطافه أوضح المبشر أنه لم تتضح إلى الآن أسباب اختطاف البوسيفي ولا الجهة المسؤولة عن العملية ونوها رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة إلى أن البوسيفي لم يرفع أي تشكوى قضائية ضد من اختطفه معللا ذلك بأن هدفهم داخل مجلس الأعيان هو المحافظة على الرابطة الاجتماعية وليس الانتقام على حد قوله استقبل مطار الكفرة طائرة أو طائرة شحن قادمة من مطار معيتيجة تحمل شحنة أدوية مقدمة من الإمداد الطبي طرابلس وقطع غيار مستوردة خاصة بالمحطة الغازية الكفرة وقال مدير الخدمات الصحية الكفرة إسماعيل العيضة إن شحنة الأدوية هي عبارة عن أدوية السكري والضغط والأمراض النفسية ومحليلة وموارد طبية خاصة بمرضى الكلا بالإضافة إلى محليلة خاصة بإجراء التحاليل الطبية من جانبه أوضح مدير المحطة الغازية الكفرة حسين محجوب أن المحطة استلمت قطع غيار مستوردة من إيطاليا لغرض سيانة الوحدة الأولى وتشغيلها بعد تعطلها خلال الفترة الماضية تم اليوم الحمد لله وصولة طائرة شحن من طرابلس المطار معيتيجة مزودة بأدوية للخدمات الصحية والمستشفى الكفرة العام وكانت الحقيقة بجهود مخلصين وتم الأدوية المتنوعة بمستلزبات طبية وبعض الأدوية النفسية تم استلام قطع غيار تشغيلية بمحطة الكفرة الغازية واللي خص الوحدة الأولى وباقي قطع غيار استكمال عمرة الوحدة الأولى في شأن آخر وصلت مساء أمس إلى مدينة درن باخرة لنقل الزيوت الثقيلة وذلك لتزويد محطة الكهرباء في المدينة أوضح مصدر إعلامي من درن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الشاحنة ما زالت راسية أمام مرفأ المحطة بعد أن أفرغت حمولتها هناك هذا وقد شهدت مدينة درن قطعا متكررا للكهرباء بعد انخفاض مخزون البنزين وخروج وحدات الطاقة من الكهرباء وهو ما أدى إلى طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية قال الناطق باسم مدرية الأمن الوطني بالزاوية نبيل بوزواي إن خفر السواحل بالزاوية أنقذ ثلاثمائة مهاجر غير نظمي انقلب قاربهم عند مشارف شواطئ الزاوية في سياق آخر أفد بوزواي بأن مدرية الأمن الوطني بالزاوية ستناقش في اجتماع سيعقد اليوم نقص الإمكانيات بمستشفى المدينة وتعليق الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية لعمله مضيفا أن الاجتماع سيتناول أيضا ما وصفه بغياب الدعم الدولي للتعامل مع مسألة الهجرة غير النظامية أكد قائد عملية صوفيا الإميرال أنريكو كريدين ديو أن الانطلاق في عملية تدريب خفر السواحل الليبي في المياه الدولية يقتصر على إقرار الاتحاد الأوروبي لذلك وأضاف كريدين ديو أن عملية تدريب تتطلب ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر ستتمكن بعدها قوات خفر السواحل الليبية من العمل بشكل مستقل وهو ما سيترتب عنه الانتقال إلى المرحلة التالية من عملية يونافورميد وشدد كريدين ديو على ضرورة استهدار قرار أممي وتوفير المزيد من الموارد لكي يتسنى لقوة الاتحاد الأوروبي أن تتدخل بشكل مباشر في ليبيا أو تفرض حضر سلاح حسب قوله قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر أنه سيبدأ بنشر سلسلة من تدوينة عبر تويتر تحت هاشتاغ قصة حقيقية من ليبيا من أجل إصال صوت المواطنين الليبيين وبدأ كوبلر بقصة طالب من مدينة الزاوية يضطر إلى ترك دراسته بسبب عدم قدرته على التنقل إلى العاصمة نظرا لاستمرار إغلاق الطريق الساحلي مشيرا إلى أن المواطنين يضطرون إلى قطع مسافة 250 كم للوصول إلى طرابلس بدل قطع 35 كم عبر ورشفانة وتسأل المبعوث الأممي عن مصير المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة ولا يستطيعون الوصول إلى العاصمة بسبب إغلاق الطريق إلى هنا تنتهي النشرة أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها قوات عملية البنيان المرصوص تسيطر على منطقة البغلة وتدخل الخلود الإدارية لمدينة سرط ومقتل نحو 18 من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة القوات الخاصة السعيخ بنغازي تعلن مقتل أحد عناصرها نتيجة انفجار لغم أرضي بمنطقة الجوارشة وتجدد الاشتباكات في سوق الحوت بين شور بنغازي وقوات عملية الكرامة مركز البيضاء يدين بيان سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بشأن طباعة عملة ليبية جديدة ويعتبره تدخلاً في الشؤون الداخلية هذا كل شيء حتى الساعة شكراً لكرم المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة